في مسألة انتشار العشوائيات اللي أشار لها النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعاً أسباب عديدة أهمها وفي مقدمتها الزيادة الرهيبة في عدد السكان وإحنا طبعاً يعني إحنا مش جايين من أمريكا عارفين إنه عندنا في أهلنا في الريف بيعتمدوا على كتر الخلفة زي ما بيقولوا كده بالبلد علشان العيال يبقوا عزوة علشان يساعدوا أبوهم وأمهم وطبعاً الأولاد لما بيكتروا أول حاجة يعني لما بيكبروا بيتجوزوا اللي عنده فدان بياخد له نص رات علشان يبني عليه بيت للولد وبعدين رات تاني بيت للولد التاني والتالت والرابع وهكذا تتقلص المساحة الزراعية وتصبح غابة من الأسمنت طيب ده في الريف في المدن أول حاجة الناس بتعملها بتدور على سكن وده حقهم يعني السكن هو حق زي حق في الحياة بيدور على سكن في سكن بأسعار معقولة بأسعار يعني مخفضة ما بيلاهاش إلا في المدن أو المناطق مش المدن المناطق العشوائية غير المخططة الأسعار بتاعتها بتبقى رخيصة عشان كده النهاردة الرئيس مرة أخرى دعا إلى أهمية تنظيم النسل بصراحة موضوع الزيادة السكنية يعني مسألة تقرقنا احنا هنا حتى في البردامج بشكل شخصي ويمكن حضراتكم لاحظتم احنا بقلنا فترة بنطلع على الشاشة كده الساعة السكنية يعني نحن لا نشعر ولن نشعر بالملل من الإشارة إلى خطورة هذه القضية على أمننا القومي وعلى مستقبل الأجيال زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي عدد السكان عدد سكان مصر الآن 98 مليون 67 ألف 890 مصري ومصرية في الداخل بزيادة أربع تلاف عن مبارح مبارح كنا تقريبا يعني مبارح كنا 98 مليون 64 ألف 94 مواطن يعني تقريبا أربع تلاف زيادة عن مبارح هنشوف الزيادة هتبقى ازاي في نهاية الحلقة وطبعا يعني احنا هنعمل ده وهنستمر في ده وحتى ندعو زملائنا في البرامج الأخرى وفي القنوات الأخرى يا جماعة اهتموا بهذا الموضوع واحنا لا نبحث عن السابق والله احنا فعلا نضع في أمام نصب أعيننا مستقبل الأجيال ومستقبل بلدنا لأننا نشعر بالفعل كما قال الرئيس النهاردة أنه الزيادة السكنية دي من أخطر ما يهدد مصر فعلا زيها زي الإرهاب ويمكن النهاردة الرئيس علق على إحدى السيدات اللي ظهرت في فيلم تسجيلي وعرض أمامه أنها يعني مخلفة ستة بين ولا مخلفة أربعة وعايشة مش عارف فيه طب أنت يعني بيسألها الرئيس بيقولها أنت طب يعني مفكرتش الستة دول هتنجميهم فين يعني مسألة طبعا يعني جعلت الرئيس أنه مرة أخرى وطبعا كرر هذه الدعاق طوال الفترة الماضية والسنوات الماضية دعا المجتمع المدني ودعا الرجال الدين الكنايس المساجد الإعلام أن يهتم بهذه المسألة وإحنا والله يا سيد رئيس أهو زي ما حضرتك كيمكن هتسمعوا هتشوف إحنا مسألة الزيارة السكانية بنعتبرها من أهم الموضوعات التي تحظى باهتمامنا هنا في بردامج رأي عام وفي قناة تن وكل يوم بنعرض الساعة السكانية اللي عمالها تزيد يعني من ساعة ما اتكلمت كانت تسعة وتمانين بقيت تلاتة وتسعين يعني فطبعا هذه المسألة فعلا يا جماعة مسألة أمن قومين نشوف الرئيس قال إيه في هذه المسألة أنا بقول لكل أخت أو أسرة اتكلمت هنا بتقول أنا عندي ستة بيناموا فين طبعا أنت برضو مش تفكري حاجيب الستة تناميهم فين مش كده برضو يا جماعة هتلاقي احنا بنحل مسألة احنا بنحل مسألة لكن لازم احنا كلنا نتوقف مجتمع مدني مساجد كنايس إعلام هتقول الصور دي مش عشان تلومني أنا لأ طب انت عملت في نفسك كده ليه حد تاني يقول لي طب ما تعملهمش ماقدرش حد يقول لي إيه ما تعملهمش ماقدرش لازم نعمل لهم بس أنا بقول لهم يعني معقول وانت بتحكي الحكاية أو انت بتحكي الحكاية بتتكلم وكأنك أنا اللي مأثر في حقك لا والله أو الدولة اللي مأثر في حقك لا والله ده انت اللي مأثر في حقك نفسك بقى انت برضو عاد في قوضة توم تجيب أربعة تنهمهم ازاي تعليمهم ازاي تأكلهم ازاي تصرف عليهم ازاي الكلام ده يتقال لكل إنسان على أرض مصر واحد تاني يقول ما بلاشت الكلام الحاجات دي خلى نستحبك والله ربنا منطلع علي ترجمة نانسي قنقر